أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده حزب الله تحدثنا في النص السابق عن حزب الشيطان وعرفنا أنهم الذين يوالون الكافرين ولو سرا والآن في هذا النص يبين الله لنا بعد أن بين لنا الذين يوالون الكفار سرا هم في الأذلين يبين لنا من هم حزب الله الحقيقيين للمدعين ولو كانوا كافرين يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزي أيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين هذا تتمت بيان لحزب الشيطان قبل أن ينقلنا الله تبارك وتعالى إلى بيان حزب الله لأنه بظلها تتميز الأشياء فالذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين أذلاء في الدنيا وأذلاء في الآخرة إن ظنوا أنفسهم أعزة وعندهم القوة في الدنيا فسيعقبها الذل سأنتهت الأمور ما معنى يحادون الله ورسوله أي هم في حد وجانب والله ورسوله في جانب فهذا يبين أنهم ليسوا بمؤمنين إن الذي يحادون الله ورسوله الله ورسوله في جانب وهم في جانب آخر مثل من هؤلاء الوقايع والدنيا كشفت لنا مثل من الذين يقول القرآن أنهم مؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار الذين آووا ونصروا القرآن يقول هذا وليس كلام بشر ويزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن ثم يكذبونه فيشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم جولة واحدة يبدأون بشتم الصديق الذي سماه الله صديقا الله ورسوله سموه صديقا يبدأون بشتمه ويفعلون في ابنته عائشة زوجي رسول الله أم المؤمنين الذين قال الله تبارك وتعالى عن أزواجه أمهاتهم وأزواجه أمه أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات نحن المؤمنين كلهم لا يجوز لأحد أن ينكحها في زمانه ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم يقولون عن هزانية هل هؤلاء يكونون مع الله ورسوله ويصدقون ما قاله الله ورسوله أم يكذبونه هل هؤلاء مع الله ورسوله أم هم في حد الله ورسوله في حد آخر إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين يخبر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء المعاندين أنهم مخذولون أذلاء مغلوبون ليسوا مؤهلين لأن ينتصروا مهما اتخذوا من أسباب ووسائل لا تيأسوا أيها المؤمنون إن كنتم ترون أن هناك قوة طيران أحدث ما صنعوا من القنابل العنقودية يقولون محرمة بس ما محرمة في قتل المسلمين محرمة في قتل الكلاب والحيوانات إن كان رأوا أنفسهم ما في شيء من السلاح اللي استعملوه في قتل المسلمين لا تيأسوا ولا تنسوا أن الذي يسير طائراتهم والذي يسبئ يسير طباباتهم من أراضينا ففي يوم من الأيام سنتحرر ونتخلص من تسلطهم لأنهم يريدون أن يأخذوا كل ذلك بالقوة والقهر لا بالتعامل الإنساني الصحيح فسيقهرهم الله إن لم يكن اليوم فغدا وإن غدا لنظره القريب لأنهم لا يفقهون ولا يفهمون هؤلاء الذين كانوا في حد والمسلمون والله والرسول في حد آخر سيذلهم الله لماذا؟ لأن الله كتب وأوجب وأعلن أنه هو الغالب كتب الله يعني فرض وقدر وقدر وعزم لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي العزيز لا تنظر إلى قوتهم لا تهتموا بطيرانهم منذ أسابيع كنت قادم في الطائرة من اسطنبول إلى غازي عنتان تحرك الريح قليلا والطائرة مرتفعة مرتفعة درجة الحرارة تحت الصفر بخمسين كتر ما مرتفعة الطائرة لاحت في الجو يمينا ويسارا وكانت كالذبابة وهي طائرة نفاسة حديثة قوية فإذا شاء الله أنزلها وإذا شاء الله أعادها وعدنا إلى بلدها كنا في الهند عندما وصلت الطائرة فوق جبال القلب من رئيس سموها أظن القلب اسمها هوات الطائرة هوات الطائرة ليس مطبا أو جيوبا هوائية مقدار عشر متار ولا خمس متار تشعر أن الطائرة أكثر من مئتين أو تلاتمئة متر هبطت الطعام الذي كان أمامنا طار في سقف الطائرة ما صدق أحدنا إلا ويهاويا فالذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي بيده الرياح الذي سخرها للناس حتى يطيروا في الهواء يفعل ما يشاء إذا أراد ولكن نحن مكلفون أن نعمل وأن نجاهد وندافع عن أنفسنا ونقهر هؤلاء المتسلطين المستعبدين الظلام ومع اتخاذنا الأسباب نعلم أن مسبب الأسباب هو الله عندما يحقق النصر هو الذي يحققه ما بتصدقه أنا أصدق الله الله يقول ومن نصر إلا من عند الله ينصر من يشاء فهو الناصر لا يظن هؤلاء أنهم بجبروتهم وطغيانهم وقبتهم وإسالة الدماء ينتصرون ويتسلطون لا سينتصر الحق لأن الحق يعتمد على الدليل الصحيح العقلي الذي يحكم الإنسان أما هؤلاء يتحكمون بإسالة الدماء مثل الحيوانات المفترسة التي تهجم على فريستها فتقتلها مهما قتلوا منا لن يبيد الإسلام وأهله هم يخططون في كتاب أبيد الإسلام وأهله يخططون لإبادة المسلمين المسلمين الحقيقيين الصادقين أما المسلمين الذين يصنعونهم هم هؤلاء من أتباعهم ذكرت لكم في حلقات سابقة من شهرين أو ثلاثين أن الرئيس الأمريكي قال لن نسمح بقيام دولة دينية أنا بالله شعور قلت كذبت ليش كذب لأن نساءوا دولة يهودية شو ما بيسمحهم هاي ما دينية هاي وسيكون تدميرهم بسبب هذه الدولة التي صنعوها وسنرى يؤيدونها بقدر ما يستطيعون حتى إذا ضرب الله اقتصادهم بإذن الله عندما يتوحد المسلمون يبقى تنفعون الدولة اليهودية لأغلبن أنا ورسلي ولكن عندما يشاء الله فنحن مأمرون باتخاذ الأسباب لنتحرر من هؤلاء المتسلطين فالدولة الأخرى غير اليهودية ما بيسمحوا دولة دينية الدولة الإيرانية جمهورية إيران الإسلامية هذه ليست إسلامية هذه من صنع يهودي مبطن قام به غرب وأمريكا أخذوا الخميني من العراق إلى فرنسا راح بقوته سلطانته لا هم أخذوه ثم بدأ يصرح تصريحات مستشارين هناك وصار رجل السورة العالمية الإسلامية بس إن إسلام إسلام يريدوه اليهود لأن هذا التشيع أصله من اليهود بدأ به من؟ عبد الله بن سبع اليهود في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إدعى أنه يحب عليا فغال في حبه وتبعه بعض الأشخاص ثم أصبح يشتم أو بكر وعمر لأنه أخذوا الخلافة منه ودخلت هذه الفكرة في بعض الجهال ولا زالوا يربونها ويرتبونها ثم دخل اليهود دخل اليهود أقول لكم من اليهود أفلا يتدبرون قلت سأقول لكم من اليهود اليهود الذين احتجزهم بغت نصر أخذهم عبيدا من فلسطين قديم قدم التاريخ عودوا إلى التاريخ قال الله تعالى لتفسدن اليهود في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا فجاثوا خلال الديار وكانوا عادا مسؤولا جاء بغت نصر قتل من قتل منهم في بيت المقدس وأسر من أسر منهم وخرب بيت المقدس وأخذ الأسر إلى الشرق إلى إيران وإلى العراق من طبيعة اليهود يخضعون لمن يحكمهم ظاهرا ولكن باطنا ببقوا يهود ببقوا متماسكين فعبدوا النار أكثر من عباد النار هناك حتى صاروا على مركز عالم في عبادة النار وربما منهم بعض الملالي الآن في إيران فإذا حصلت لهم قوة تسلطوا هذا طبيعة اليهود فبعض اليهود عندما جاء الإسلام كانوا على يهوديتهم في العجم ثم بدأوا يدسوا للإسلام من الداخل كما روي في التاريخ الصحيح أن عبدالله ابن سبأ كان يدس الناس ويدفعهم من أصنافه من اليهود الذين يعلمهم لينشروا بين الناس حب علي رضي الله عنه فعندما نهاهم علي عن تقديسه وعن حبه وحرقهم في النار قال لهم المجرمون من اليهود لا يحرق في النار إلا الله فهذا علي هو الله فصارت منهم فرق تؤله علي وفرق تحب علي بمغالا وكما قال الرسول صلى الله عليه هلك فيك صنفان محب غال وعدوا مبغض فنحن أهل السنة نحب عليا ولكن بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبرأ من كل من خرج عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان من أهل البيت أما هم يعبدون عليا ويقدسونه ونسوا الله ونسوا الرسول وتمسكوا بحسين وبعلي أليست هذه ودية لغير الله أليس هذا خروج عن حد الله ورسوله يحدون الله هم في حد والرسول في حد والله في حد إن الذين يحدون الله ورسوله في الأذلين ولكن لا تنسوا ولا تيئسوا كتب الله كما قلت قبل قليل لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز قوة هؤلاء الحكام البشر المتألهون متغطرسون متسلطون قوة وسيطة تنتهي بخزلان بعض الناس عليهم ربما قتلوهم من جماعتهم يستلم مكانهم اطبعوا أو ربما قتلوهم بعض جماعتهم ليخرصوا منهم وأعهم وارطوا عفوا يقرسوا منهم منها وربما يميتهم الله بسبب من الأسباب تعددت الأسباب ولكن الله قوي لا يقهر شيء عزيز ذو منعه لا يقف في وجه أحكامه وفعله شيء الله تبارك وتعالى يقول إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ننصرهم بالحجة والبرهان أو ربما ننصرهم بالحجة والبرهان وبالسلاح أيضا حتى يتخلصوا من أهل الفجور والتسلط ويوم يقوم الأشهد يعني يوم القيامة ننصرهم فندخلهم للجنة والكفار إلى النار فانتظروا يا من تقفون في حد غير حد القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أهل السنة مع الله ورسوله فيما صح وثبت لنا أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تحادون تقفون في حد آخر لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون من حد الله ورسوله إذن الذين يحدون الله ورسوله يقفون في حد غير حد الله ورسوله إذا كان مؤمنين صادقين لا يقفون في حد هؤلاء لا يودونهم لا يحبونهم فالمفتي الجاهل الأحمق الذي نسي الله ونسي الآخرة عندما يهنئ روسيا بانتصارها على مين علينا نحن المسلمين جاءوا يقتلوننا ماذا فعلنا لروسيا لعنة الله عليه وعلى روسيا استدعى إسرائيل رأيس الوزراء الإسرائيلي نتن ياهو رأح لروسيا واستقدمها لتقتلنا فهم يتفقون مع الروس ليقتلوننا هل يفعل هذا مسلم؟ من يؤيد هذا ليس بمسلم من يود ويحب الكافرين على المؤمنين ليس بمسلم ولو كان هؤلاء الكافرين أبنائهم أو آباءهم أو عشيرتهم يعني يا كردي إذا كنت تقتل المسلمين من أجل الكفر فلست من المسلمين ولو ظلت حالك من المسلمين لا لا خرجنا الإسلام إذا كنت تتقوى بالسلاح من روسيا ومن أمريكا لتقتل المسلمين في تركيا أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان من أجل عشيرتك أو من أجل كرديتك فلست بمسلم ولست بمؤمن المؤمن لا يود الكافر ولا يحبه ولا يؤيده على المسلم ولا يستنصر به على المسلم لاحظوا لا تجد قوما يؤمنون يزعبون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون يعني يحبون ويدافعون ويستشيرون ويستنصرون من حاد الله ورسوله من وقف في حد والله والرسول في حد سواء كان الشيحة أو روس أو إشمكة ولو كانوا هؤلاء الكافرين آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم بالنسب أو عشيرتهم لو كان كردي أنا بأيده لأنه شيوعي مع روسيا إذا فعلت هذا لستم مؤمن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أو عشرتهم أولئك أي المؤمنون الذين يحبون الله ورسوله ويطيعون الله ورسوله ولا يطيعون روسيا في قتل المسلمين ولا يطيعون الشيعة في قتل المسلمين قادة الشيعة في قتل المسلمين لا يحبون المؤمنين ويودونهم ولا يكونون في حد آخر غير حد الله ورسوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان غرس الله في فطرهم السليم الإيمان الصحيح وأيدهم بروح منه بقوة إيمان وسلامة صدر وطمأنينة بهذا الإيمان هذا في الدنيا المؤمن يموت ويعلم أنه في سبيل الله وهؤلاء المجرمون عندما يموتون يفكروا في سبيل من يموتون من المستفيد من قتل أهل السنة في سوريا كل الكفار فكروا روسيا الشيعة أمريكا الغرب ما في أحد مستفيد غير إسرائيل فقط القضية واللعبة كلها لحماية إسرائيل فإذا كان المستفيد اليهود فقط فأنتم تقفون في صف اليهود فهمتم أو لم تفهموا لأن الشيطان زين لكم أما نحن المؤمنون الذي أيدنا الله سبحانه وتعالى بروح منه ويؤيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وقصورها الأنهار خالدين فيها المؤمن إيمان صحيح يخلط في النار أما المؤمن بحسين أو بالقالب من مثل إشي اللي دخل في السرداب وما طلع واللي مؤمن بالخرافات وبسخافات ويكذب القرآن والرسول ويبقى في حد آخر لا هذا صنف آخر قتب في قلوبهم الإيمانة وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحت أشجارها وقصورها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم أدخلهم من الجنة ورضوا عنه لأنهم أعطاهم كل ما وأكثر مما يريدون وأكثر مما يحتاجون أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون هؤلاء الفائزون في الدنيا والآخرة وسنرى من يفوز قلت مرارا إذا كان عندكم أنتم يا فجار يا كفار يا منحارفين عن الله والرسول عندكم دليل أنكم تطيعون الله والرسول عرفون به نحن نطيع الله فيما أنزل وثبت بالدليل أنه حق من عند الله ونطيع الرسول الذي ثبت بالدليل وبالقرآن أنه لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحيوحة ونحن مطمئنون إذا متنا إن شاء الله سندخل جنات الخلد وأنتم سنراكم ومن نافق معكم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تعالى هكذا حكم الله وهكذا بيّن الله من هم حزب الشيطان الذين يكونون مع اليهود ظاهرا أو باطلا ومن هم حزب الله الذين يكونون مع الله ورسوله ولا يكونوا في حد وجانب غير حد الله والرسول والحمد لله رب العالمين أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهُمَ